شارك رئيس المجلس الدستوري بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد بوزيد الحسين رفقة سفير في اغندا سالك الصغير في قمة الرؤساء الافارقة للمجالس الدستورية حول الحلول البديلة للخلافات التي انعقدت في العاصمة الاغندية ووفق بيان لوكالة الانبائية الصحراوية فقد شارك في هذه القمة ما يزيد على خمسة عشر من رؤساء المجالس الافريقية خاصة من دول شرق وجنوب وغرب افريقيا المصدر ذات أضافة أن هذه المشاركة كانت فرصة لإطلاع رئيس المجلس الدستوري الصحراوي أو لنظرائه الافارقة على أخير تطورات كفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلالية التام والكامل لأخير مستعمرة في القارة الافريقية